السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا ومتابعي القناة الكرام هذا الدرس هو الدرس الاول من مجموعة من الدروس اللي هنقدمه ان شاء الله اللي تتعلق بالخوارزميات الهدف منه انك تفهم ما هي الخوارزميات وكيف انت تتعلم الخوارزميات اول ما يبدي وحتى اللي مبرمجك يعني حتى كن برمج كثير يعني لكن ايضا ايضا محتارب هذا الموضوع وخاني لهذا الموضوع فان شاء الله احاول خلال ادى الدروس ليس خلال درس واحد احا خليك تفهم هذا الموضوع تفهمه انت انت بحيث انه انت مانا اللي اقرر انه تفيدك وما تفيدك انت اللي تقرر بعد ما تكمل تفهم كل شي اون احاقوله انت اللي احا تقرر ان الخوارزميات تفيدك وما تفيدك قبل ما تسل انه تفيدني الخوارزميات اللي ما تفيدني لاي شيء طبعا الخوارزميات يعني شغلة مهمة انه انت باي كورس تأخذه مثلا يتعلق بعلوم الحاسوب او اذا كنت دخلت كلية علوم حاسوب او انظمة معلومات او اي هندس برمجيات كل هاي الكليات او الكورسات او الدروس اللي تاخذها في كل الجامعات طبعا سواء بالوطن العربي سواء بجامعات الاجنبية في اي جامعة كان رح تاخذ الخوارزميات لذلك ايضا لازم تفكر بعض الموضوع يعني انه ليش لماذا اي مكان تدرس بها علوم حاسوب لازم الخوارزميات يكون درس اساسي بالموضوع فهذا ايضا يفيدك بانه تفكر انه هي مهمة او لا وبعدين ايضا احتعف يعني فا اول شي انت تفهمه لازم قبل ما تسأل انه استخدم خوارزميات او لا لازم اول شي تعف ما هي الخوارزميات حتى تفهم طبعا من تجاه الخوارزميات احيقلك algorithms and data structure problem solving فوح ايضا تحتار مرتل انه ما هي هاي الامور كلنا فان شاء الله غح تفهمه شيف الخوارزميات الخوارزميات algorithms وهي اجراءات خطوة بخطوة ركز معي بالتعريف وهي اجراءات خطوة بخطوة لحل مشكلة معينة وتكون مستقلة عن اللغات البرمجية ولها بداية ونهاية ولها مخرجات معينة طبعا انت اذا قريت اتلاقي عدة تعريف ليس فقط هذا التعريف لكن هذا التعريف هو الاساس يعني اللي يوضح لك هي بصورة حقيقية يعني هي ابارة عن لا تفكر بايشي اخر لا تفكر باللغات البرمجية اللي تكتب بيها او المخاططات لا تفكر بايشي يفكر بالخوارزميات بالذات نفسه ما هي اجراءات خطوة بخطوة خطوات عبارة اجراءات تعملها على شكل خطوات خطوة خطوة واحد اثنين ثلاثة اشهو الهدف منه الهدف منه حل مشكلة معينة عندك مشكلة تغي تحلها وتكون مستقلة عن اللغات البرمجية طبعا حتى هذه يعني ما شارطنه لكن تكون مستقلة عن اللغات البرمجية ليش هيا فلنحكي احنا في علوم الحاسوب هنا يعني الخوارزميات ليس فقط تستخدم بعلوم الحاسوب يعني الخوارزميات تستخدم بالطب تستخدم بالهندسة تستخدم بالعلوم الفضاء بكل المجالات الكيمية كل المجالات تستخدم بها الخوارزميات هايلي لازم يكون واضح لكن احنا قلنك نحكي في كل الاحوالية اجراءات خطوة بخطوة لحل مشكلة معينة هاي بكل المجالات لكن في علوم الحاسوب تقول لك تكون مستقلة عن اللغات البرمجية يعني اش المستقلة عن اللغات البرمجية يعني أنت Brent إبن הב� Saint يعني أنت ما تكتوب بلغة برمجية ما مثلا تكتوب بلغة الـ shape مثلا لا تكتب بلغة ممكن تعتبرها بلغة بينك وبين الحاسوب بحيث أنه الإنسان يفهمه والحاسوب قريبه على لغة الحاسوب أيضا طبعا أيها قريبية يلسع لغة الحاسوب الصورة الده قريبة على Pac вопрос لأنه اللغات اللغة البرمجية يعني اللغة البرمجية مثلا تكتب بلغة C أو C++ أو لغة Java للغة Kotlin الحاسوب راح يفهم اللغة هذه اللغة اللغة Java مثلاً أو Kotlin الحاسوب ما يفهمه الحاسوب يفهم شئين فقط اللي هو Binary Code الصفر الواحد ما يفهمه الاشي ولذلك انت اللي من تكتب اللغة Java واللغة Kotlin انت قد تفهم ليس الحاسوب قد تفهم l-compiler اللي هو مترجم مثلا أنت اللي من تتكلم ما واحد باللغة مثلا يعرف الإنجليزية فقط أنت اللي من تتكلم عنه باللغة العربية وما يح يفهمه لازم اكو بيناتكم وسيط اللي هو مترجم يترجم انت تتكلم باللغة العربية يحولوها الانجليزية ويفهموها وبالعكس الاخري فنفس الشيء انت لما تتكلم مع الحاسوب تتكلم بلغة وسيطة بيناتكم تحتاجي لمترجم ترجمة تتكلم معانه مثلا بلغة الجافة اكل كومبايلر يحول لغة الجافة الى البايناري الى الصفر والواحد حتى الحاسوب يفهمها هذه الطريقة لغة السي ايضا نفس المحالة تتكلم معانه انت بلغة السي الحاسوب ما يفهمها الكومبايلر يترجم له الى الصفر والواحد حتى يفهم الحاسوب فهي لازم تكون واضحة فالخوارزميات هي مرحلة قبل هذه الامور يعني هي اصر حتى ما وصلت مرحلة اللغة البرمجية اللغة البرمجية حاسوب ما يفهمها الخوارزميات حتى الكمبايلر ما يفهمها امنا هاي تكون واضحة الفكرة خوارزميات الكمبايلر ايضا ما يفهم اذا تكتبت الخوارزميات انت باي اللغة الان اذا كتبت الخوارزميات بالأي بيئة الكمبايلر ما еفهمها لازم تحولها لغه برمجيه من اللغات حتى الكمبايلر tee áfema وبالتالي الكمبايلر يفهم الناس هذا امر مهم جدا فاذا القوارزميات ممكن تكتبها ف reactionsما ممكن تكتبه انت بالله العربية ممكن اكتبه انت باللغة الانجليزية ممكن تكترسم على شكل مخطط أي شيء ممكن تأمله المهم هي إجراءات خطوة بخطوة لحل مشكلة معينة وهتقلي ما هي المشكلة المعينة أنا وين عندي مشكلة دا حلة شوف عندك أنت بلا لما لتعمل برنامج هتقلي أنا اجد عمل برنامج مثلا مثلا النظام يدخل رقمين وطلع الناتج مالما بالعدد مجموعة مثلا الضرب والطرحة ومجموعة ومجمع مثلا فانت هون هاي مشكلة حي تعتبر انت راح تعتبرها برنامج لكن هي مشكلة ايضا انت تغيد عندك تغيد تحل مشكلة معينة انك تدخل رقمين او المستخدم تدخل رقمين ويطلع له ناتج جمع ماله فهذه مشكلة فانت شون تحلى تحلى ممكن عن طريق الخوارزميات اذا انت مثلا ما كنت تعفل ولا لغة برمجية مثلا ممكن تكتب عندك باللغة العربية مثلا حتى المبرمج يحولك هي لغة الى برنامج مثلا فممكن تذكر له خطوات انت مثلا قول اول شي المستخدم يدخل رقم بعدين يدخل رقم الثاني بمكان اخر بعدين نغيد البرنامج يقوم يجمع ذوي الرقمين والمخرجات معلم يطلع مثلا الناتج يتجمع معلم ثم ناتج يتضرب ثم ناتج يتطرح مثلا فهذه خوارزمية انت عملت على شكل خطوات ممكن تعملها على شكل مخطط مثلا تخلي مخطط مثلا مربع المستخدم يتدخل بينه رقمين مثلا تنزل سهم اخر مثلا المستخدم مثلا دخل رقم الاول دخل رقم الثاني بعدين عن طريق البرنامج البرنامج يحوله يجمعهم الرقمين ويطلعهم بناتج معين طلع ناتج الجمع ثم ناتج طرح اذا كان يكون خطأ مثلا يرجع فهذه الخوارزميات عبارة عن خطوات فلذلك وفق هذا التعريف للخوارزميات انت تعف ان انت تحتاج الخوارزميات بكل شيء يعني انت حاليا سنة من قررت وتعمل هذا الدرس انا عملته خوارزميات خوارزميات طبقتوها بعقلي انا لم اكتب الخوارزميات بعدين هياكل البيانات بعدينinku tv البرمجة بعدين البرنامج فشوف اي خطوات لحال مشكلة معينة هذي خوارزمية انا طبقته خوارزمية بعين حالة لازم مهم جدا نكتفهم هذي فبهذه الحالة فانت الخوارزمية فانت اي برنامج عملته انت طبقت خوارزمية سواء انت كتبت او سواء انت ما كتبت لكن انت طبقت خوارزمية مدام ما املت برنامج وكتبته بلغة برمجية انت قتطبق خوارزمية معين اكو احيانا برامج معقدة تحتاج إلى أنك تكتب خوارزمية بها أو تحتاج تعملها على شكل مخططة وأيضا خوارزمية ليش؟ لأن صعب أنك تكتب ورسم باللغة البرمجية لازم تخططها بالبداية وتحتاج أنك تكتبها على شكل خوارزمية وحيانا حتى البرامج العادية تحتاج تكتبها خوارزميات ليش؟ خبرا الخوارزميات ما نتقدم ما تفهم شيء الخوارزميات بصورة أوضح يعني من هاي الكلام الساحالين الخوارزميات ليس فقط مهمتها أنك تعمل حل بشكل صحيح لأ لازم بشكل كفوق يعني أنت مثلا عندك هسه مثلا خوارزميات نحن نشرحها بعد قليل الترتيب فأكو أدت خوارزميات للترتيب البابل سورتين السيليكشن سورتين الانسيرشن سورتين الميريج وإلى آخرية عشرات الخوارزميات للترتيب فهاي الخوارزميات ليش يكو كثيرة يعني؟ كلتم يعملون ترتيبين يعني كلتم بالأخير يرتب لك مثلا تنازلي مثلا وتصاعد كلها الخوارزميات ترتب لك مثلا من الأصغر للأكبر مثلا نجيب 100 رقم مثلا عشوائي فتغير ترتبه من الواحد إلى المئة فالخوارزميات كلها ترتب لكيه لكن كل واحدة بطريقة شكل فالخوارزمية مثلا يعني كلها هنشرحها واحدة مثلا البابل تقارن بين اثنين مثلا وهكذا يعني أكو تقسمن الصير وتوديه فأكو خوارزميات سريعة جدا ممكن تحلك هي مثل ميريج خوارزمية جدا سريعة لكن تاخذ مساحة من الذاكرة أكثر البابل بطيئة جدا لكن ما تاخذ مساحة كثيرة من الذاكرة أو هكذا من الخوارزميات البقية فلذلك لازم تكون كفوئة يعني انت عندك أدت خوارزميات يعني تحل مشكلة إذا كانت مشكلة مهمة عندك فتكتب أدت خوارزمية تيسفة خوارزمية واحدة واكو طريقة اللي هي تقارن بين الخوارزميات ايما الأفضل من ناحية السرعة من ناحية الاخذ مساحة بالذاكرة إلى آخرهم الأمور لذلك الخوارزميات جدا مهمة ان انتك تحتاج الخوارزميات بالبرنامج مالك ضروري طبعا غير ضروري اي واحد يقل لك ضروري لا هو غير ضروري انت حاليا من تعمل برامج غير ضروري انك تعفل خوارزميات كلها لكن لازم تفكر بالفرق بين الخوارزميات يعني اكو خوارزميات اني قلنا نشرح حاليا عن اجراءات خطوة بخطوة فها يضرورية بكل مكان انت تعمل بدون ما تكتبه لكن قصد انه حاجة انك تكتب الخوارزمية هذه مو ضروري هذا المو ضروري ان لك خوارزميات انت اي مادم قد تمر برنامج فانت قد تحل خوارزمية انت قد تحل مشكلة يعني انت اعمل عدة خطوات لحل مشكلة لكن انك تكتبها الخوارزمية حسب اذا هكتج تكتب اكتبه فماحتاج تكتبه لا تكتبه طبعا إذا كتبت على شكل مخطط هذه الشكل أفضل ما تحتاج منها كانت مشكلة وحدي لن تم التطبيق معقدة وموقع الانترنت انت تحتاج عشرات المشاكل تتحلها من فكرة الخوارزمية تحتاج من أ пару��세요 كتبها لكل جزئية معينة فلذلك اذا أمر لك متفهمة مشكلة لا تExc2 مشكلة لا تتحلها فلذلك السحنة مثلاً الأغلبية إذا عنده مشكلة لازم يريد له كورس مثلاً حتى يفهمها يعني لازم يريد شي فهمه إيا أحد ما ممكن هو يحل بنفسه أنت لو عندك قدرة أنك تفهم الخوارزميات تكن حليت الخوارزميات حتى الخوارزميات اللي ما تفيدك يعني مثلاً الخوارزميات السورتينغ مثلاً أغلب المبرمجين ما تفيدهم كثيراً الخوارزميات موجودة جاهزة بكل وقت البرمجة عندك سورت فموجودة أغلبة يعني طبعاً أنت ممكن تحتاجه يبغي أمور لكن مارك اللي يحتاج يعني لكن إذا فهمت وفهمت السلوب عملها وطريقة عملها هتخليك عندك قابلية تعطيك القابلية لحل المشاكل فإذا صادفتك مشكلة أخرى أنت ما مثلاً لا يشرح عليها مثلاً فهي مشكلة أنت عندك فتحاول أنت تحل عن طريق الخوارزميات على شكل تكتب مخطط تكتب على شكل كتابة أشياء ومكان المهم عندك إدراك يتوسع إدراكك لحل المشكلات اللي عندك للصادفك فلذلك مثلاً تريد تعمل تحل مشكلة مثلاً بأي لغة برمجية ما هتهمك اللغة البرمجية أنت تهمك طريقة الحالة أنت طريقة أشياء تعمله بعدين اللغة البرمجية هي مجرد آدات لحل المشكلة بعدين بقى أنت من افتهم الطريقة اللي تريد تعمل بيها الطريقة الخطوات اللي تعمل بيها هتشوف اللغة البرمجية وحتبح تبحث عن باللغة بالDocumentation أو بأي كورس الكان تبحث عن الأدوات اللي يساعدك بعملها المشكلة بثالي كلاسات اللي تحتاجها الفونكشن إلى آخرين من الأمور فهذه الخوارزميات Algorithms ما هي إذن هيكل البيانات هيكل البيانات طبعا مهمة جدا موجودة بكل لغة البرمج يعني شوف تعريفة ما هو يقول لك وهو ترتيب منظم للبيانات في الذاكرة لكي يسهل التعامل معها بطريقة كفوئة وتطبيق الخوارزميات عليها لذلك الخوارزميات مرتبطة بشكل كامل بالهياكل البيانات وهيجل البيانات مرتبطة بالخوارزميات ليش؟ طبعا ما هيجل البيانات أول مرة ترتيب منظم البيانات في الذاكرة قنة عندك الaray الaray هي ليسى الترتيب منظم البيانات بالذاكرة الaray هي مجموعة مثلا من او مجموعة من الانتجر ترتبهم بشكل ماين اي شكل array اما وحادية البعد وثنايات البعد وثلاثية البعد الاخري فهي ترتيب البيات بالذاكرة حتى يسهل تعامل معها وتطبيق الخوارزميات عليها مثلا اذا عندك باي لغة برمجية انت اذا تستخدم array ممكن ترتب العناصر لداخل array فقط تكتب array-sort مثلا باي لغة برمجية بكل لغة البرمجية موجودة هاي مثلا search تبحث العناصر الداخلة مثلا فلذلك طبقوا خوارزميات عليها جاهزا انت ما يحتاج تعمل sort مثلا لا فقط تكتب array ويمكن تطبقوا خوارزمية عليها منها مثلا الخوارزميات الاخرى مثلا المطبقة array-list مثلا الاد ادخال البيانات تحتاج خوارزمية موانا تدخل البيانات الى او الArrayList فانت ما تحتاج باللغات البرمجية الموجودة حاليا انت ما تحتاج انك تعمل خوارزمية تدخل البيانات موجود فقط تكتب الArrayList.Add وحتدخل بها الIndex والقيمة وانتهى الامر او القيمة مالته اذا كانت الArray فتدخل الIndex والقيمة ماله الDelete الحذف حذف انصر كل التخوارزميات موجودة فاي اي خوارزميات مطبق على هياكل البيانات فهياكل البيانات ايضا مهمة جدا انت ليش مهم انك تفهمها مهم انك تفهمها حتى تختار بيانات فانت لما تحتاج مشكلة موينة عندك تختار هيكل البيانات اللي يفيدك مثلا تفيدك الArray افضل الا تفيدك الArrayList بشكل افضل الا مثلا الHashMap اذا عندك KValue الا مثلا الLinkedList اذا عندك بيانات مرتبطة واحدة باللخ الى اخرين من الامور فتحتاج تفهم هيكل البيانات حتى تفهم الاختيار الافضل اللي تختاره انت طبعا بعد نفنل الخوارزميات وهيكل البيانات ما هي لغات البرمجة حاليا لغات البرمجة ليست اكثر من ادات هي ادات اللي جعل الحاسوب يفهم وينفذ خوارزمية معينة لذلك قلن الخوارزميات جدا مهمة فلغة البرمجة مجرد ادات حتى تفهم الحاسوب انه ينفذها الخوارزمية اللي يقنها هي اجراءات خطوة بخطوة فالحاسوب كيف يفهم انه ينفذها الخوارزمية انت فكرت بها باقلك مثلا وكتبت على الورق مثلا او مثلا انت متع في لغات برمجية مثلا كتبت خوارزمية على الورق تكتب لغة انجليزية ملغة عربية او اكو طرق معينة لكتبت الخوارزمية لكن ما شرط انك تلتزم باقي الطريق يعني اكو مخططات معينة ايضا مثلا داتافلو او عدة مخططاتك وحتى ريوميل ايضا تعتبر خوارزمية ممكن لكن اللغة البرمجية ما هي انت عملت الخوارزمية كيف تفهم الحاسوب الحاسوب ما هيفهم اللغة العربية او الانجليزية العادية او حتى اللغة المشابهة للغة البرمجية مثلا لذلك لازم أن تفهم لي عن طريق اداة يفهم الخم باق pixar او فيه لغة البرمجة بعد ما عملت الخوارزمية فأقلك كان قتصلتتا او عملت بالكتابة مع مخطط سنتفهم الحاسوب عن طريق لغة برمجة مو soften ما هو البرنامج اذا البرنامج هو الحل لمشكلة والمشاكل بعد تنفيذ الخوارزميات عن طريق لغة البرمجة فحنا قلنا عندك انت مشاكل عندك قدت مشاكل تغييدها مثلا تتحلى مثلا تغييد تعمل Login مثلا هاي مشكلة تسجيل الدخول فاش تحتاج انت لازم تفكر بي اما بعقلك وتكتبها وعلى شكل مخاططة الشي ما تغييد يعني فتقول لازم عندي واجهة والمر المستخدم راح يدخل البيانات داخلها الواجهة يدخل البيانات معلومة ضمن الرقم السري والاسم مثلا راح تدخل الدورة لقواعد البيانات هذه الاسم والرقم وبعض المعلومات عنه مثلا بعد ما دخلت القواعد البيانات انحفظت القواعد البيانات ارجع استرجعه انا مثلا عن طريق فورم اخر اللي هو Login المستخدم يدخل الاسم والرقم اذا كان صحيح اللي هو نفسه اللي كان دخله بقاعدة البيانات يقارن الاسم مع الموجود بقاعدة البيانات ويقارن الرقم مع الموجود بقاعدة البيانات شوفها كل خطوات اذا طلع اثنين صحيحة مثلا اقول له يدخل مثلا صفحة اخرى الصفحة المحمية مثلا أو إذا طلع بي خاطئة مثلاً اثنين وحقول له عيد الكتاب مرة أخرى مثلاً اسمح له ثثم مرة عيد ماكس حتى رص يعني مشاكل أمنية حتى لا يظهر يحاول يجيغب فاسمح له ثثم مرة عيده مثلاً أيضا مثلاً ممكن إذا تركهم فارغين أقول له إذا أقول لهم ليهم مثلاً وإلى آخرين فكل هاي خوارزمية أكتب على شكل مخطط على عقلي أكتبانا بالكيف المهم هاي خوارزمية هاي مشكلة مشكلة ندعم اللوغ إن فلذلك هاي الخوارزمية مالة طبقت الخوارزمية باللغة عن طريق اللغة البرمجية فصارت برنامج بعد ما كملت بشكل صحيح وجيغبتوها صارت برنامج فإذا حلت المشكلة أو المشاكل اللي أغيدها أنا فهذا هو البرنامج أتمنى تكون الفكرة واضحة هنا طب هنا في ذلك يبين لك هذا المخطط يقول لك problem عندك مشكلة المشكلة تعمل على شكل ممكن عدد خوارزميات حتى تتحل مشكلة وحدي أو الجزاء مثلاً عدد خوارزميات بالأخير عن طريق اللغة البرمجية هتحول إلى برنامج طبعاً خوارزمية مثل ما قلنا ممكن بعقلك تعملها ممكن ما لها تكتبها لذلك نستنتج من هذا الكلام كله أن الخوارزميات جداً جداً مهمة ليس شي بسيط جداً جداً مهمة هي لكن مثل ما قل لك هي مهمة وحتفهم بعدين ليش مهمة أكثر وبعد ما نتقدم بالدرس فهنا مثلاً لكاي خوارزمية مثلاً حتى يجي أكبر عدد مثلاً في مصفوفه معينة أو مجموعة من الانتجة في قل لك كونه مثلاً يكتب لغة عادية أي لغة في قرنة واحدة واحدة ممكن هاي الخوارزمية أنت تحولها تكتب أي لغة برمجية أنت تفهمها أن المدخلات هذه مجموعة من الانتجة المخرجات يغيد الاندكس ما الاند أكبر وحدي منهم فهو راح تجي أنت تعمل متغير مثلاً تسمينه اندكس بين تعمل جملة الفورم تعمل الف وذين أو الف طبعاً هنا ما ذين أنت عندك مثلاً هاي بلغة الفجوال بيسك مثلاً فذين لكن بلغات أخرى مثلاً الجافا والكوتلان لا تعمل لك التعوف أنت فإذا الاندكس فتقارنة إذا كانت ال-A of i كل وحدة من ال-I إذا كانت أكبر من ال-A of index اللي هو هذا i of 1 أول وحدة يعني يقارنة في قارنة واحدة 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 بالأخير راح يجيك الأكبر وحدة حيتباعها بالأخير فاي عبارة خوارزمية فأنت ممكن تعمل بأقلك لكن إذا تعمل هاي أفضل ليش؟ حتى تقارن ممكن تعملها إنت ممكن تعمل وحدة لخيضاً خوارزمية أخرى خوارزمية أخرى بعدين عن طريق ال-O big annotation أتشرحه بعدين إن شاء الله تقارن أي ما هي الأفضل من ناحية السرعة من ناحية المعالج من ناحية الذاكرة إلى آخرين من الأمور أتمنى يكون هذا الدرس واضح حالياً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر